المسلم يصلي صلوات في اليوم والليلة أتأمل الرسومات التالية ثم أكتب أسفل الصورة طبعاً لدينا هنا صلاة صلاة الفجر وهنا صلاة الظهر وهنا صلاة العصر عفواً العصر وهنا صلاة المغرب وهنا صلاة العشاء هنا الصلوات الخمس طبعاً هنا صلاة الفجر ركعتان صلاة الظهر أربع ركعات صلاة العصر أربعة المغرب ثلاثة العشاء أربعة الآن ننتقل إلى السؤال اللي بعده يأمرني ربي في الآية الكريمة وأقيم الصلاة طبعاً هنا بإقامة الصلاة بإقامة الصلاة كذلك عنا هنا صلاة الظهر كم ركعة؟ أربع ركعات صلاة المغرب ثلاثة أما الفجر ركعتان هكذا يكون التوصيل هذا هو ملخص الدرس أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الأول لتعم الفائدة وكذلك الاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر